قانون هذا المرصد هو السر في هذا المرصد في عمل هذا المرصد ما هو هذا القانون؟ القانون هذا يحدد لك مكان الوقوف بالمرصد يعني إذا أردت أن ترصد بالمرصد هذا لابد أنك تطبق هذا القانون قانون عبارة عن صخرة دائرية أسبلها صخرة مثلثة كالمعيار سنعرض صورة مرصد الصخري هذا بإذن الله إذا قمت بوضعها بآلية معينة ستحدد لك نقطة تسمى هذه النقطة المرجعية إلى الرصد من هذه النقطة بدت المراقبة المتابعة حتى توصلنا إلى نتائج طبعا عند دخول الشهور أو دخول الشمس أو دخول بعض النجوم ثم عرضناها على بعض المراجع التاريخية جاءت مطابقة لهذه الفلكية صحيح اللي حدثتني فيه أنه في كل يوم خمسة أغسطس في كل سنة يتتعامد أو يكتمل قرص الشمس داخل هذا الثقب نعم خمسة أغسطس بالضبط نعم طبعا هي الفكرة هذه من تعامد الشمس يعني في تاريخ خمسة أغسطس وكذلك في تاريخ خمسة مايو لأن لابد إذا دخلت الشمس في مكان معين تعبر لابد أن ترجع للشمس كما معبد أبو سنبل نعم في مصر في مصر نعم نفس فكرة تعامد الشمس في مصر نعم لكن التاريخ مختلفة هذا ليه هدف مختلف وهذا ليه هدف مختلف لكن نفس الآلية نفس الآلية تدخل في 22 فبراير و 22 أكتوبر في مصر هنا في خمسة أغسطس وخمسة مايو خمسة أغسطس من كل سنة من كل سنة وخمسة مايو نعم تعبر في النقطة المحددة طبعا على آلية وأرقام أخرى طبعا متطابقة إن شاء الله سنخل فيها حديث اشتركوا في القناة